تسعى دار الأوبرا في دمشق إلى نفض غبار الحرب عنها وإلى إعادة الجمهور إلى مقاعدها المخملية بعيدا عن أعمال العنف التي تشتاح البلاد منذ حوالي أربع سنوات والتي سرقت منها تألقها وجمدت عنشطتها وكانت للدار حصة فيها نحن عندنا مخزون كثير كبير صار في عنا خوف أنه ممكن يندثر هذا بظل هاي الأزمة أو ممكن المستمع ياخد منحة تاني يحبينا نقول لا نحن اللي منقول طرب نحن اللي منقول الموسيقى الحقيقية بعدنا موجودين بعدنا قادرين نوصل الرسالة إذا فقد المستمع ولكن المؤدي لازم أنه لا يفقد وعلى الرغم من أن دار الأوبرا لم تعلن تعليق نشاطاتها خلال السنوات الأربع الماضية إلا أن عدد العروض تراجع كثيرا واقتصر على حفلات متفرقة قدمتها فرق سوريا بمعدل مرتين أو ثلاث شهريا بينما توقفت تماما العروض المسرحية والموسيقية العربية والغربية التي كانت تقام بانتظام كل أسبوع وبعضها لأيام عدة ضمن الأسبوع الواحد وقد تعرضت الدار الواقع في ساحة الأمويين الحيوية خلال العامين الماضيين لسقوط قذائف هاون مصدرها مواقع لمقاتلي المعارضة أو قاعد قتلى وجرحة ولتشجيع الزوار تبيع دار الأوبرا تذاكر العروض بأسعار زهيدة أي بـ 300 ليرة سوريا لبطاقات الدرجة الأولى وـ 200 ليرة للدرجة الثانية مع حسومات للطلاب ترجمة نانسي قنقر